بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته أهلا بحضراتكم معنا في هذه اللقاءات المباركة التي نعيش فيها بأرواحنا مع حجاج بيت الله الحراب يقول مولانا جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق الطواف وما أدراكم ما الطواف وهو ركن من أركان الحج والطواف أنواع طواف القدوم أو الزيارة وطواف الإفاضة وطواف الوداع وطواف النذري وطواف التطوع من أتى مكة محرما ومهلا بحج أو عمرة فلابد أن يطوف بالبيت الحراب والمتمتع في الحج إن أتم عمرته ولبس ملابسه العادية ولبس يوم التروية وطواف الإحرام مرة ثانية بعد نزوله من عرفة ومزدلفة لابد أن يطوف طواف الإفاضة وطواف الوداعي عند مغادرة مكة المكرمة وطواف النذري لابد من الوفاء به والتطوع في كل وقت لأن تحية البيت الحرام طواف الطواف وأنت تطوف بالكعبة المشرفة كله أسرار وأنوار أنت تطوف وقلبك جهة الكعبة تطوف عكس عقارب الساعة وكأن الطواف اتصل من الأرض إلى السماء إلى سدرة المنتهى لأن الملائكة يطوفون بالبيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك يطوفون به ومن دخل البيت المعمور من الملائكة لا يخرج منه إلى قيام الساعة فبهذا يتبين لنا أن الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله الملائكة العالم النوراني الذين يسبحون الليل والنهار لا يفطرون لا يملون من التسبيح والتقديس والثناء والحمد لله جل وعلا ومع ذلك يريد الله منا أن نطوف وفي هذا ملمح وفي هذا سر عظيم أن الإنسان لو أطاع ربه وأدى ما عليه لله جل وعلا فهو أفضل عند الله من الملائكة لماذا؟ لأن الملائكة جبلوا على الطاعة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون ما من موضع أربعة أصابع في السماء إلا وفيه ملك راكع أو ساجد ومع ذلك طوافنا بالبيت يرضي رب البيت سعينا بين الصفا والمروة يرضي الله جل وعلا وأنت تطوف بالبيت الحرام تذكر حبيبك المصطفى وهو يطوف بالبيت الحرام هنا بدأ النبي الطواف من عند الحجر الأسود وإن شئت قلت من باب الأدب من عند الحجر الأسعد هل هو أسود أم أسعد؟ هو أسود لكنه ساعد برسول الله تحول الحجر من حال السواد إلى حال الإسعاد لما استلمه خير العباد قبل البعثة بخمس سنوات اختلف أهل مكة من يحظى بشرف وضع الحجر في مكانه فاختصموا واختلفوا وقالوا نحكم من يدخل علينا فكان النبي فخلع النبي بردته ووضعها على الأرض ووضع الحجر في وسطها وقال فلتحمل كل قبيلة بطرف من أطرف الرداء فحملوا جميعاً فأقذ الحبيب الشفيع الحجر ووضعه في مكانه فتحول الحجر من حال السواد إلى حال الإسعاد لما استلمه خير العباد يؤتى به يوم القيامة له لسان وشفتين يشهد لكل من استلمه اللهم إنا نسألك طوافاً قريباً بالبيت الحرام وحجاً وعمرةً هذا العام آمين آمين يا رب العالمين وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد بدءاً وختاماً وشكر الله لكم وسلام الله عليكم ورحماته وبركاته